كانت وما زالت شجرة النخيل المباركة تمثل رمزا كبيرا وموردا مهما بالنسبة لسكان وادي عتبة فهي ثروة قومية ومحل فخر واعتزاز ومصدر للغذاء والمسكن وصناعات تقليدية منذ القدم لذا نجدها تنتشر على نطاق واسع في الشريط الجنوبي للمنطقة وفي أغلب المزارع والغابات انتشار أشجار النخيل بهذا الشكل يدل على حرص الأجداد بجني التمور الذي يعد مصدر غذائهم الرئيسي كما أنهم اعتنوا بنظافتها وتدبيرها وغرس النخيل في مساحات واسعة على مدار العام أينما وجدت المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض في ذلك الوقت خارجنا مساء اليوم طبعا من حوالي عند الرابع مساء في جولة تفقدية للمنطقة الغابات بجنوب بلدية ودئتبا ومنطقة ودئتبا حيث الغابات البعلية هذه الغابات التي تقتر بها أشجار النخيل البعلي التي غرسها الأباء والأجداد عبر مئات السنين طبعا خارجنا الأخ أيمن وبعض الشباب نتجوله نتحدثه نتسامر ونعيد ذكريات عن هذه الأشجار من غرسها وكيف غرست وما أنواعها وما هو محالها اليوم التمر تتنوع بتنوع النخيل أهمها التفسيرت الذي يعرف بتحمله الجفاف والتخزين كما يدمج من صناعات غذائية كثيرة واليوم أصبحت غابات النخيل مهجورة تعاني مظاهر الإهمال والنسيان نحن عندنا ألاف إجزار النخيل لكن الأسف الشديد أننا تفقدت مع الشباب أن تفقدناها اليوم وجدناها كلها محملة عليها الجريد من مئات سنين لم يتم العناية بها أكيد أصحاب الأولين هما كبار السنين اللي تفقدها الله رحمه الله واللي كبار عجز أما الشباب فتركوها وهي تحتاج إلى رعاية تحتاج إلى الاحتمام خصوصا لما تعرف وتعلم أنها عندك ألاف من هذه الأشجار وكل شجرة لو أنت تعتني بها اعتناء صحيح اعتناء لهو شنو تقطع الجريد اليابس وتنظفها وتحول عنها المخلفات فقط إرس تاريخي حفظ عليه أجدادنا لأعوام كثيرة غير أن جيل جديد اتجه للحياة العصرية وترك غابات النخيل التي اعتنى بها الأجداد في القدم فهل يعيد هذا الجيل تفكير في أهمية شجر النخيل وتمور وضرورة الاعتناء بهذا الكنز الطبيعي